تحت رعاية سمو الشيخ عبدالله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض البحرين الدولي للطيران أعلنت اللجنة رسميا عن إطلاق الشعار الجديد لمعرض البحرين الدولي للطيران وبدء مرحلة جديدة للعقد المقبل نعم وذلك بعد النجاحات الكبيرة التي حققها المعرض في مسيرته خلال عشر سنوات ماضية والتي تأتي تأكيدا على أهمية الاستمرار في تنظيم هذا الحدث الدولي الذي أرسد عائمه حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه اللورة وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ عبدالله بن حمد أن النجاحات الكبيرة التي حققها المعرض خلال مسيرته تأتي في إطار الرعاية والتوجهات السامية من جلالة ملك البلاد المعظم لبذل كافة الجهود والطاقات لتنظيم وتحقيق النجاح لهذا المعرض الدولي الذي حظه بسمعة وشهرة إقليميا ودوليا أكد مكانة وريادة مملكة البحرين على المستوى العالمي والدعم والاهتمام والمتابعة المستمرة من سمول العهد رئيس مجلس الوزراء على أهمية موصلة العمل في تنظيم المعرض الدولية المتصلة بقطاع الطيران وتعزيز المبادرات الرامية إلى تطويره وضمان استدامته باعتباره أحد القطاعات الاقتصادية الواعدة بما يسمو في دعم الاقتصاد الوطني وخلق المزيد من الفرص للشباب للعمل والإبداع في مجالات متلوعة نوه سموه بحرص مملكة البحرين على تأمين كافة الإمكانات والتسهيلات اللازمة لإنجاح هذا الحدث الدولي المهم وما حققه من مشاركة كبيرة للشركات العالمية المتخصصة في قطاع الطيران المدني والعسكري وتحقيق صفقات كبيرة بالإضافة إلى الإقبال الجماهري الواسع من المواطنين والمقيمين وزوار المملكة مشيدا سموه بتعاون جميع الجهات المعنية والداعمين وسعيهم لتحقيق المزيد من النجاحات وتعزيز تقدم المملكة لتكون دائما في مصاف الدول المتقدمة والتي لها خبرة طويلة في مجال الطيران والفضاء مشيرا سموه لأن كافة الجهود المبدولة لنجاح هذا المعرض تعكس ما توليه المملكة من اهتمام وحرص يسهم في تعزيز موقعها في مجال صناعة المعارض الدولية أوضح سمو الشيخ عبدالله بن حمد الخليفة بأن تصميم الشعار الجديد للمعرض يأتي ضمن استراتيجية التجديد والتحديث المستمر للمعرض بعد مضي عشر سنوات من النجاحات التي حققها وتأتي هذه الخطوة من قبل اللجنة العليا لتعزيز الهوية البصرية للبعرض وتعكس التطورات الجديدة والتحولات في صناعة الطيران كما أن التصميم يعكس لمسة حديثة ودينانيكية الحركة ويتميز بالبساطة والأناقة مما يجعله سهل التعرف عليه وقابل للتطبيق في مختلف وسائل الاتصال والتسويق كما أن التصميم الجديد يبرز رؤيتنا والتزامنا بالتطور والابتكار في صناعة الطيران ويجسد حركة الطيران والتقدم في هذا المجال مع استخدام تدرجات لونية حديثة ومتناغمة مما يعكس روح المعرض وأهدافه وسيشكل رمزا قويا يساهم في تعزيز مكانته كواحد من أبرز المعرض الجوية في المنطقة وعلى مستوى العالم ويجسد رؤيتنا للسنوات العشر المقبلة الجدير بالذكر بأن الاستعدادات تجرى بكثافة الاستضافة الدولة السابعة لمعرض البحرين الدولي للطيران والتي ستستضيفه مملكة البحرين خلال الفترة من الثالث عشر إلى الخابس عشر من نوفمبر 2024 في قاعدة الصير الجوية بمشاركة واسعة من الشركات العالمية المتخصصة في قطاع الطيران المدني والعسكري وشركات تجهيز المطارات وردارات الجوية وسناعة المحركات النفاذة كما سيشتمل المعرض على عرض لأحدث الطائرات المدنية والعسكرية في ساحة المعرض والعروض الجوية المثيرة للفرق العالمية في سماء البحرين ترجمة نانسي قنقر